عن سفر والدته إلى العمرة بدون محرم وقد تحدثت في هذه المسألة قبل ذلك وقلت بأن الأصل ألا تسافر المرأة المسلمة إلا مع ذي محرم هذا هو الأصل أيها الأفاضل ألا تسافر المرأة المسلمة إلا مع ذي محرم أيا كان السفر أيا كان نوع السفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا إني اكتبت في غزوة كذا وكذا يعني أنا سجلت اسمي في قوائم المسافرين للجهاد أو الخارجين للجهاد في سبيل الله في الغزوة الفلانية إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني ستخرج امرأتي هذه السنة حاجة بيت الله الحرام بغير محرم لأنني مسافر إلى الجهاد فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع مرأتك ارجع فحج مع مرأتك إلى هذا الحد يرجع الرجل من الجهاد ليحج مع مرأتي حتى لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف طويل بين من يحرم مطلقا أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وبين من يفصل فيقول يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج مثلا إن كان حج الفريضة بغير محرم إن لم يتأثر لها المحرم وهذا قول الشافعية وغيرهم أيضا أجاز أن تسافر المرأة لحج الفريضة بغير محرم إذا كانت في صحبة آمنة أو مع نسوة ثقات فالمسألة فيها خلاف وأنا أفضل أن لا تسافر والدتنا إلا مع ذي محرم سواء كان السفر للعمرة أو للحج لحج الفريضة أو لحج النافلة أما إن لم تجد محرما وتريد أن تؤدي الفريضة وقد منى الله تبارك تعالى عليها بالمال وخرجت في صحبة آمنة فأنا لا أنكر عليها ذلك وهذا قول الشافعية جزى الله عن علمائنا خيرا والأمر والحمد لله فيه سعة لكن أؤكد على أن الأولى والأكمل والأفضل ألا تسافر المرأة المسلمة لأي سفر أو في أي سفر إلا مع ذي محرم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسطر نساءنا وبناتنا وطبعا أدلة أقوال العلماء في هذه المسألة الخلافية طويلة بين من يمنع وبين من يجيز أدلة طويلة وكل فريق له أدلة وربما يتفق الفريقان في دليل واحد لكن كل فريق له فهم وله تأويل لهذا الدليل فالأمر فيه خلاف كما بيّنت وإن كنت أرى أن الأولى والأكمل والأفضل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أما إن أرادت أن تخرج لحجة الفريضة ولم تجد محرما وخرجت في صحبة آمنة فأسأل الله أن يتقبل منها وأن لا يجعلها في حرج أو في إثم والله تعالى أعلم